لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما إذن سواء الهمزة المتوسطة أو الهمزة المتطرفة إذن قلنا الهمزة المتوسطة التي توجد في وسط الكلمة والهمزة المتطرفة التي تأتي في آخر الكلمة أو ترصم في آخر الكلمة نقرأ النص ونحاول من الأهد الكلمات إذن رغم أن هذا السائحة إذن الهمزة كتبناها على الياء لماذا؟ لأنها مكسورة إذن تكتب الهمزة على الياء إذا كانت مكسورة أو قبلها كسرة لم ينم إلا متأخرا إذن كتبت الهمزة على الألف لماذا لأنها مفتوحة وقبلها فتحة فقد أفاق مبكرا لأنه لم يهنأ إذن كتبت على الألف لماذا لأنها فوقها سكون وقبلها فتحة إذن نكتبها على الألف لم يهنأ له بال إذ كانت له رغبة جامحة في أن يملأ إذن كتبناها على الألف لماذا لأنها مفتوحة وقبلها فتحة عين عينيه بطبيعة بلاد المغرب الجميلة وأن يتأمل إذن كتبناها على الألف لأماد لأنها مفتوحة وقبلها فتحة وأن يتأمل ما تزخر به من لوحات رائعة إذن كتبت على الياء لماذا لأنها مكسورة خاصة وأن الفصل كان ربيعيا فرؤوس إذن كتبناها على الواو لماذا لأنها مضمومة وقبلها ضم إذن تكتب على الواو فرؤوس الجبال بيضاء إذن فرؤوس الجبال بيضاء لماذا كتبناها على السطر لأنها قبلها مد بالألف أو سكون ميت متلئة إذن كتبناها على الياء لماذا لأنها قبلها كسرة إذن وخفق منها فتحة فاشككون قبلها كسرة نكتبها على الياء وجداول يجري ماءها إذن كتبناها على الواو لماذا لأنها مضمومة وجداول يجري ماءها ملتويا رائقا إذن لماذا كتبناها على الياء لأنها مكسورة إذن قلنا الهمزة المتطرفة تكتب في آخر الكلمة وذلك حسب حركات الحرف ما قبل الأخير إذن في آخر الكلمة تكتب حسب الحرف ما قبل الأخير سؤال الثاني ألاحظ كتابة كل همزة ثم أذكر سبب رسمها بتلك الصورة إذن الكلمة الأولى هواء إذن لماذا كتبنا الهمزة في آخر الكلمة على السطر إذن الهمزة المتطرفة إذن هذه تسمى همزة متطرفة وقبلها إذن شنقبل منها آلف مد بالآلف أو سكون ميت إذن تكتب على السطر الهمزة المتطرفة الكلمة الثانية متألق إذن كتبنا الهمزة على الـ إذن الهمزة المتوسطة مفتوحة إذن كما تلاحظوا الهمزة متوسطة مفتوحة وقبلها فتحة إذن فاشك تكون مفتوحة وقبلها فتحة نكتبها على الألف إذن الكلمة الثالثة موبوئة إذن الهمزة المتوسطة مفتوحة وقبلها مد بالواو هذا مد بالواو موبوئة إذن مد بالواو أو سكون ميت إذن الكلمة الثالثة تتأدى إذن كتبنا الهمزة المتوسطة على الآلف لماذا؟ لأنها مفتوحة وقبلها فتحة إذن الكلمة شائع إذن كتبنا الهمزة المتوسطة على الياء لماذا؟ لأنها مكسورة وقبلها مد بالآلف مد بالآلف أو سكون ميت إذن دائما تشوفوا الهمزة مكسورة أو قبلها كسر نكتبوها على الياء هادئ إذن هذه الهمزة المتطرفة كتبت على الياء لماذا؟ لأن ما قبلها كسر إذن نقولنا دائما الهمزة في آخر الكلمة الهمزة المتطرفة كنكتبوها أو كنرسموها بحسب حركة الحرف ما قبل الآخر ما كنشوفوش الحركة ديالها هي كنشوفو الحركة ديال الحرف ما قبل الآخر إذن دائما هذه عقلو عليها بالنسبة للتمرين الثالث أضعوا حروف العطف المناسبة إذن حروف العطف المناسبة اللي قرناهم هما الواو والفاء وتم إذن هذه هما حروف العطف باش نعاون نتذكروا هاد القاعدة دي الحروف العطف قلنا هي حرف العطف واللي كيربطنا ما بين كلمتين ما بين كلمتين غير بالنسبة للفرق ما بين حرف العطف و وحرفي العطف الفاء وتم إذن حرف العطف و ما كيكونش عندو حد ترتيب زماني إذن كنقول مثلا كما هنا يا فهد المثال اشتريت قلم حبر وورقة وضرفا بريديا إذن سواء نقول اشتريت ورقة وقلم حبر وضرفا بريديا يعني ما كيتغيرش للمعنى دي الجملة ولكن حروف العطف الفاء وثم إذن تحترموا كما كنقولوا التسلسل الزماني فباش نميزوا ما بين حرف العطف و وحرفي العطف الفاء وتم اخبرنا بريديا حرف العطف لا يدل على ترتيب زماني بينما حرفي العطفeriщف وتم يدلاني على الترتيب الزماني مثلا عن ذاكنا وصلت الى محطتي أتجهت نحو الباب في أتجهت نحو الباب ثم نزلت من الحافلات إذن هذا يدل على ترتيب زماني وهذا ما يدل عليه حرفي العطف ثم بالنسبة لحرف العطف و فهذا لا يدل على ترتيب زماني مثلا سنقول اشتريت قلم حبر وورقة وضرفا بريدي أو أن أقول مثلا اشتريت ورقة وضرفا بريديا وحبرا أو أن أقول اشتريت ضرفا بريديا وقلم حبر وورقة إذن ليس هناك ترتيب زمان ثم جلست على الكرسي إذن احتشرت هذا ثم جلست على الكرسي إذن حرف العطف ثم فكتبت رسالة إلى صديقي إذن ما غيرت نقول كتبت رسالة إلى صديقي ثم جلست على الكرسي إذن هناك ترتيب زمني إذن حرف العطف اللي استعملنا في السؤال هذا هو الفاء ثم اشتريت قلم حبر ثم جلست فكتبت إذن بالنسبة للتمرين والسؤال الأربعة أشكل أواخر الكلمات المسطرة تحتها إذن عندي هنا بالنسبة للجملة الأولى عفوا عندي هذا حرف الجزم إذن كيف يكون الفعل المضارع اللي معاه هيكون فعل مضارع مجزوم لماذا؟ لأنها سبقه حرف الجزم إذن ستكون عندي هنا السكن واجب علي أن أساعد إذن سأدير الفتحة هنا لماذا؟ لأن هذا الفعل المضارع سبقه أداة نصب أو حرف نصب ألم تتسلم؟ إذن لم حرف أداة جزمين إذن الفعل المضارع سيكون مجزوم حاول أن تسافر إذن هذا أداة نصب أو حرف نصب إذن الفعل المضارع سيكون منصوب ندير الفتحة تمنيت أن أزور نفس الشيء إذن هذا حرف نصب إذن الفعل المضارع سيكون منصوب لم ينتظرني إذن هذا حرف جزم إذن سيكون عندي الفعل المضارع مجزوم لم ينتظرني أخي في الفندق إذن بنسبة التمرين 5 أركب جملتين مثل أردت أن أسافر أردت السفر إذن المصدر المؤول من أن و الفعل إذن الجملة الأولى تمنيت أن أذهب إذن إذا لغد بغيت نجمع كلمة أن و الفعل في كلمة واحدة غد نقول تمنيت الدهاب إذن الجملة الثانية إحرص على أن تنجز واجباتك إذن عندي هنا أن و هندي هذا الفعل إذن المصدر المؤول من أن و الفعل إذا بغيت نجمعهم في كلمة واحدة شنو غادي نقول احرس على إنجاز واجباتك احرس على إنجاز واجباتك إذن إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا تمارين هذه الصفحة هذه اللي عنده شي تساؤل يكتبوا لي في التعليقات وغادي نحاول إن شاء الله نجاوب عليهم كامل اشتركوا في القناة